وأتم الحج والعمرة لله عمرتنا دي الحمد لله في شهر رجب وطبعاً يعني إحنا لا يخفى علينا جميعاً شهر رجب وفضله وإنه هو من الأشهر الحرم في الأشهر الحرم زو القعدة وزو الحجة ورجب وشهر الله المحرم فإحنا في شهر من الأشهر الحرم الله طبعاً تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم ما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين قيم فلا تظلم فيهن أنفسك يعني العلماء بيقولوا زي ما ربنا سبحانه وتعالى نهى فيهم عن ظلم النفس يعني عن المعصية وعن يعني التجاوز في حق الناس وفي حق الغير فكذلك العمل الصالح فيهم بيكون مضاعف عشان كده لما نروح هناك هتقي زحم غير طبيعي يعني إحنا أصلاً كنا هناك من شهرين تقريباً شهر فبراير في شهر نوفمبر كاتبين يا زحم وإنه لك بالوقت أنت رايح في أشهر من أشهر الحرم فممكن نلاقي الوضع بره زحمة شوية ولكن يعني كما يعني نعلم الأجر على قدر المشاق كل ما يكون الموضوع يعني متعب أكتر ومجهد أكتر فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الأجر وأن يجزل لنا العطار فيعني شهر نجد بالمناسبة وشهر يعني من الأشهر اللي حصلت فيه كمان أمور تاريخية يعني تحرر المسجر الأقصى على يد صلاح الدين الأيوبي تم في شهر رجب يعني ده بره حاجة نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعلها يعني شهر سبب في نصرة وفتح على المسلمين في فلسطين ونصرتهم الله معهم غزو التبوكت في شهر رجب الإسراء المعرض كمان نعلم في شهر رجب فهو شهر يعني جميل وعظيم ونفحة من النفحات الزمانية يعني احنا الوقت بيجتمع علينا حاجتين زمان شهر رجب وشهر مقاشر حرم ومكان اللي هو نذهب إلى يعني أحب بقاع الأرض إلى الله تبارك وتعالى كما قال نبي صلى الله عليه وسلم وهو خالد من مكة والله لأنت أحب بقاع الأرض إلى الله وأحب بقاع الأرض إليه ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج صلى الله عليه وسلم فنرجع ونقول قبل ما نقول احنا رحين عمره ناخد معنا إيه ومش عارف نعمل إيه لا احنا نية نية أول حاجة يا جماعة هي إخلاص النية لله تبارك وتعالى يعني قاعدة كده في كل الأعمال الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك أنا الغني هتعمل عمل هتشرك معي غيري طربته إيه وشركه وطربته وشركه الذي يشركه فإذا نحن أول شيء نحن نخلص العمل الله تبارك وتعالى يا رب احنا جايين وملبيين رغبة فيك يا رب سبحانك وتعالى وتلبية لأمرك ويعني تلبية للإداء سيدنا إبراهيم الخليل حينما قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامن يأتينا من كل فجر عميق حتى يعني يا رب كيف أؤذن ويعني كيف يبلغ صوتي قالوا له عليك الأزام وعلينا البلاغ وعلينا الإجابة فإذن نحن في المقام الأول نلبي نداء الله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك ذلك يعني النداء والدعاء الجميل الرائع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كلمة لبيك معنها يعني استجابة بعد استجابة يا رب إني أستجيب لدعوتك وأأتي مقبلا عليك يا رب فإذن أول شيء يا جماعة إخلاص النية لله ورحمة تعالى كل واحد فينا يسأل نفسه أنا منفق الفلوس زيت ويعني برضو الوقت ده محتسب وسواء أطع من شغلي أو أطعه من وقت ومن وقت عالي ليه عشان إيه؟ عشانك يا رب مش علشان أي حي تاني يعني مش بنقول علشان ربنا وعلشان 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 لأ هو علشان ربنا بس احنا بيقول الكلام ده علشان ده أهم حاجة احنا مش عايزين نتعب ونروح ونعمل وحاجة تبطل عمرتنا وحاجة تكون في نفسنا أن احنا نسأل راحين لغرض ما وحتى ممكن ما يكونش شغلك ولكنه يعني في قلبك بحيز أو بآخر كسب جدا من الناس حينما يريد أن يذهب إلى العمرة يعني تجده حريص جدا أن يخبر كل اللي حواليه أنا رايح عمر قابل القريب والبعيد أنا رايح عمر الشهر اللي جاي ده مش عارف إيه ولازم كل الناس يجي تسلم عليه واللي ما يجيش يسلم عليه ممكن يعني يزعل منه وربما يعني يدعى عليه في الحرم يعني الموضوع بقى واخد شكل كبير جدا وحايز من تفكير الناس إن لازم الناس كلها تعرف إن أنا في الحرم وأه بقى أول ما يوصل الحرم أصور فيديو لايف وأبعثي للناس عشان إيه منذوب النواية الحسنة وهدعينهم في الحرم يعني الكلام ده كله يا جمال مش بقول لكم هو النفاق ولكن هو مدخل ويعني باب ربما يدخل النفاق على قلوبين فإحنا بنحاول نقفل كل الأباء مش بقول لكم ما تتصورش ومش بقول لكم ما تنشرش ولكن يعني حتى دي المناسبة مفرد عائل الشرك بس أنا يعني حريص حلنيتنا الأول قبل أي شي إن إحنا مش لازم إن إحنا كل همنا إن إحنا نتصور وإحنا بنبعت نقول إن إحنا فيه وإن إحنا لأ طالما الموضوع هيدخل على نفوسنا شيء من حب النفس وحب الظهور وحب وحتى بيعطى لك إن تفضل تتابع بقى التعليقات واتتابع اللايقات ومش عارف إيه والماير ستريمينج حياتي كلها عايزين بقر الإمكان نقللها قر الإمكان لحد ما ربنا يكررنا كده ونستشعر عظمة المشاعر اللي إحنا فيها ونحس كده بالجمال ونحس برهبة المكان وحلوة المكان فعياتي ما فيش مشكلة إن إحنا نبدأ حتى نحفى الصور للذكرى عشان نحن المكان تاني وهكذا أنت ممكن تنوي في العمل الجميل ده أكتر من مئة نية صالح لله تبارك وتعالى فتاني نية من نوايا العمرة يا جماعة أن إحنا يعني زي ما بنقول كده بنعمل ريست الحياتنا ريست أن أنت بتعمل نوع من أنواع إعادة حياتك كيومي ولدك كأمك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم إذن أنت وانت بتطوف في البيت كده حوالي البيت استشعر أن أنت كده بترجع من زنوبك أن أنت بتتطهر بالضبط بلاشر أن إحنا بنستجيب لأمر الله تبارك وتعالى يعني الله تبارك وتعالى أمرنا بمناسك معينة أن نذهب مش مش كلا صوت طالع حرطك سامع أستاذنا الصوت طيب الله تبارك وتعالى أمرنا في العمرة بأمور كثيرة نحن لا نعلم يعني ما هي ولا نعلم الاستفادة سواء الإيمانية أو سواء العملية منها يعني أنت تطوف تحرم وتطوف بالبيت بكيفية مخصوصة ثم تسعى ما بين الصفة والمروة بكيفية مخصوصة لو جئت أسألك أقولك هو يعني فالصلي دا من ناحية العملية هتقول لي إيه ممكن ما فيش تفسير ولكن نحن نلتزم بأمر الله أمرنا بذلك فنحن نفعل ذلك امتسال لله تبارك وتعالى قدوتنا في هذا من؟ نبي الله إبراهيم عليه السلام يعني المؤذن الأول حينما أمره الله تبارك وتعالى وقال له أمره في المنام بأمر فأصبح يا بنيا إني أرى في المنام أني أزبحك فانزم ما زتا الله أمرني بذلك أكون حريص جدا أني أعمل الحاجة دي بالكيفية دي بالشكل دا من غير ما أعرف السبب ومن غير ما أعرف الحكمة ومن غير ما أعرف المهية تعالى تقايا من غير ما أعرف كل دا ليه؟ استجابة لأمر اللي يتبرك وتعالى الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لماذا يا رب لما يحييكم يعني كل أمر الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم دعانا في الحقيقة في حياتنا الله تبارك وتعالى قال لما يحييكم مش لما يتعبكم ولا يجهدكم ولا اللي أنتم ممكن تفكروا فيه إنه هو إنفاق وبازل وخسراء لا خلص استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فإذن إحنا لما بنعمل هذه الأمور وبنقدس شعائر الله تبارك وتعالى وبنقدس يعني الله تبارك وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله في إمام طبق القلوب أنا لما طوف بالبيت كده أنا بعظم شعائر الله لما يجي كده في الصفة والمروة ويتلقوهم في مكان معين بيجروا كده الوحدهم سبحان الله يعني ده التزام واستسلام وانصياع لأمر الله تبارك وتعالى كما أراد الله سبحانه وتعالى النية الرابعة يا إخوان هي نية التبتل إيه هو التبتل؟ تبتل ده معناه الانقطاع لطاعة الله تبارك وتعالى الانقطاع عن كل ما يشغلك في حياتك سواء عمل سواء أولاد سواء شغل سواء سواء والانقطاع من ذلك كله إلى الله تبارك وتعالى كأنك بتقول يا رب أنا أسيب كل حاجة سيب كل حياتي أسيب كل اللي وراي كل حيات تشغلني عنك وافضل الفترة دي معاك حد يقول لي عند أسبوع والله ولو دقيقة ولو يوم ولو يعني ساعات معدودة طالما أنها الله تبارك وتعالى فهي يعني وطبعا تعرفين فضل المكان وفضل الزمان إن دقيقة فيه ليست كسنة في أي مكان تخيل أن الركع أو الفرض فيه بمئة ألف صلاة أنت عايز إتاني تخيل بأن أنت في الأسبوع ده تنقطع لعبادة الله تبارك وتعالى واللجوء إليه والحرص على مرضاته سبحانه وتعالى لا شك أن هذا سيضيف إلى إيمانك وسيضيف إلى ميزانك وسيغزوكك الله تبارك وتعالى به الخير في الدنيا وفي الآخرة كما سنوضح إن شاء الله فإذن التبتل هو يعني لا رهبانية في الإسلام طبعا ولكن هو أشبه ما يكون بالاعتكاف نحن نعتكف إلى الله يعني اللي رايح بقى ومستني يتابع مباراة مصر هناك ويشوف المتخب عمد ليه لأ أنت لازم تزبط نيتك شوية المكان ده مش مكان لكتب ممكن تعرف النتيجة وخلاص إنما المكان ده أنت أولى بكل ديئة فيه وأولى بكل لحظة فيه أن تعيشها مع الله تبارك وتعالى وأن يعني تكون في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى النية الخمسة يا جماعة هي نية الهجرة إلى الله يعني إيه نية الهجرة إلى الله أنت الوقت في مكان ربما أخطأت ربما أزنبت ربما يعني عصيت الله تبارك وتعالى وكل نزو خطأ أنت تنتقل بها تقول يا رب إني مهاجر إلى ربي سيهدي تعارفين قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسنا وبعدين يعني يحسر الزمد فقال يا رب أنا عايزة تقول فسأل سأل عابد فالعابد ده قال له لا أنت خلاص أنت كده أنت كده خرجت من اللعبة وقفلت خلاص وممنوع أن أنت فقاتله فأكمل به فذهب إلى عالم دلوه على عالم فذهب إليه قال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن إن أرك هذه الرسوء فذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس ونصالحون يعبدون الله فاعبد الله كذلك نحاول نطبق السيناد ده علينا إحنا يعني هنا عصينا الله سبحانه وتعالى ويعني الجو العام في أي مكان جو معصية وجو يعني شهوات وشبهات فإحنا بنقول طالما المكان أرجي سوء يذهب بنذهب إلى مكة نعبد الله تبارك على أسبوع كامل من العبادة والطاعة لا تلتقي في هذا المكان إلا كل يعني قائم ومصلي وراكع وساجد لله تبارك وتعالى فعلا الفطل اللي سفيتها الواحد احتقر نفسه بجانب الناس يتقعد في الكعبة قعد فرحان ومسك المبال وغيرك جنبك واحد بيعيط واحد بيبكي واحد بتنهل عنه واحد يبتهي لله تبارك وتعالى بالدعاء ويعني كل هذه الأبور تجعل الإنسان يعني يحتكم نفسه ويقول إحنا فين يعني فعلا ينزل فيه ويحاول أن يبتهد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة والدعاء والتقرب إلى الله تبارك تعالى النية السابقة يا جماعة ونية تهمنا جميعا وهي نية السعة في الرزق وفي الصحة وفي المال وفي الأولاد الله تبارك وتعالى يقول يا أيها لازم أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوان فالله تبارك تعالى وضح حتى أن الناس الذين يقصدون هذا البيت يبتغون ماذا فضلا من الله وردوان الفضل هو الخير واسعة في كل شيء في المال في الصحة في الأولاد طب ما لإيه ده أنا نصرف فلوس ده أنا نصرف أكثر من 30 ألف جنيه تقول رزق وساعة الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا ما بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والزنوب كما ينفي فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا widespread من الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوخ أن العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما من زنوب ربما كانت عمرتك هذا سبب في يعني فضى من الله واسعة رزقك في الدنيا وفي الآخرة من الأفضال ومن الخير ومن البركات في الصحة وفي المال وفي الولد وفي غير ذلك النية السابعة أيها الكرام الجهاد في سبيل الله النساء في عادة النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إليه أنهم ما بيقدروا يجاعدوا بالسيوف ومش عارف إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله قد كتب لكم جهادا لا قتال فيه الحج والعمرة طبعا تدخل في الحج لأنهما كلاهما زيارة إلى بيت الله طبعا قتال فهو جهاد ولكن لا قتال فيه جهاد أصغر يكفر الله تبارك تعالى به قطاع الزنوب ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله إذن انت خارج انت بتهاجر إلى الله ومتهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كلنا يعني كل واحد بيسفر إلى أي مكان يتمنى أن يعود إلى بيته وإخوانه إلا الصفر إلى مكة والمدينة واحد بيتمنى يذهب وتقبط روحه هناك ولا يعود والله يعني دي لعل نيتنا جميعا والأسأل الله تعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يعني يديم عليكم الأمر أعواما عديدة وأزمنة مريدة وبعدين تختموا هناك إن شاء الله نبدأ إن شاء الله معاكم في موضوع المناسك حتى لو أطيل عليكم بس نرجع ونلخص الموضوع كله أن النية يا جماعة أهم شيء والله نيتك دي أهم من أنت هتعمل إيه وتاخد إيه الطواف ممكن ما تعافش الدعاء بتاع الطواف لا ما تعافش هتعمل إيه قبل إيه عاجل كأنك كله ما فيش فيه إشكالية قدم الإشكالية في نيتك إنت تمام؟ المناسك يا جماعة حتى لو أطيل عليكم الأول للأركان بتاعت العمرة إحنا عندنا للعمرة أربعة أركان أو أربعة أركان أبروك للأول هو الإحرام يعني إيه الإحرام؟ الإحرام هو النية ببدء النسك يعني إيه البنية ببدء النسك أنت دلوقتي نوية أنت تعمل عمرة خلاص؟ أول حاجة هتعملها إيه أن أنت خلاص أنت الوقتي هتقرب مثلا هو والنفرد النهاردة هنقرب للمطار وراحين على مكة على طول يعني سبعت من أننا جئت جزئتي نحنا رحين المديل أنا رايح للوقتي على مكة على طول هعمل إيه؟ أول حاجة حتى نفكر فيها ملابس الإحرام الجميلة ديات اللي بتدل بالنسبة للرجال طبعا اللي بتدل على النسك فالملابس وجودها وإن أنت تلبس الملابس وتلتزم طبعا بلبس الإحرام وما له من سنن وما له من أداب ده جزء جميل ولكن هو أنت نويت ولا ما نويتش دي النقطة ده الفيصل يعني أنا ممكن أخرج من بيت النهاردة وأنا لابس ملابس الإحرام لابس خلاص كده الرداء والإضاءة وبعدين أروح المطار وأنا في المطار أقص ضغف وأحلق شعر وأعمل كل محظورات الإحرام اللي احنا نجيدكو عليها للوقت طب إزاي يا شيخو انت لابس لابس الإحرام أنا لسه ما نويتش ما نويتش إن أنا أأدي هذا النسك وهذه وهذه العم أول ما أنوي سواء بقى نويت في الميقات أم لا ما أنوي في الميقات لأ ساعتها بقى الوضع يخال طيب هو إيه الميقات بص يا جماعة مكة الله تبارك تعالى جعلها بلد حرام وبلد مقدس فمن عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام الله تبارك وتعالى وضع لمكة حدود يعني الله تبارك وتعالى هو الذي وضع لمكة هذه الحدود مش اجتهاد من السلطات السعودية لا الله تبارك وتعالى حط الحدود لمكة كده من على اليمين الكعمة هي من على اليمين هتمشي كذا كيلو وده نهاية الحرم من هنا هنا so that's the wound ومن هنا كذا كيلو الحدود دي من اللي حطها مش السلطات السعودية ده ربنا سبحانه وتعالى لا يا لقطة علامات بس كده ما أقولك أنا أقصدي المبدأ نفسه القيام آه القيام بهذه الأمور أو الأساس نفسه الله تباركة تعالى هو الذي حدد حد هذا الحرق طيب إذا أنا الوقت عرفت المقات إن هي خلينا كده نقول إن هي العبارة عن يعني القدار أو الإحاطة أو الحدود اللي بتحوط مين؟ اللي بتحوط الكعبة قبل ما أدخل على المكان ده لازم دي بقى الإحرام بقى إن أنا قبل ما أدخل أنوي تقول لبيك اللهم عمره عن نفسه ألا تقول هذا ممكن يكون من بيتك أو ممكن يكون من بيتك ممكن يكون من المطار أو ممكن يكون في الطيارة أو ممكن يكون في الطيارة اللي بيحصل إيه إن إحنا مثلا المفروض لو بنحلم وإحنا في الطيارة المفروض بتيجي عن مقات والطيار بيقولك إيه والله ده إنت الوقت خلاص هتعدي على إيه على المقات طبعا قبلها بكون لابس ملابس الإحرام لإن شرط الإحرام إن أنا أكون لابس ملابس الإحرام فإذا وقتها تلبيك اللهم عمرة عن نفسك طيب شوفوا الاختلاف لو فاتك يعني قلتك شوف انت كنت ممكن تنوي من بيتك لو انت فضلت في الطائرة و قلت لأ أنا لازم أنوي أول ما الطائر يقول المقاة تنوي في المقاة تقول لهم لبيك اللهم عمرة عن نفسك أو عن أحد من اللي انت هتنوي عليك وعديت وما فوقت اشتا لو الطائرة قراص نازلة لأ انت ساعتها واجب عليك ان انت ترجع تقول بقى تاكس أو تقول اوبر أو تقول مش عارف ايه ترجع للمقاة تنوي وبعد انت عود تاني طيب لو ما عملتش كده عليك دم وكده كأنك خلفت ايه او ارتكبت محزور من محزورات الاحرام فإذا ده بيعرفنا اهمية الاحرام ان هي حاجة مش بسيطة او ان هي حاجة نحنا نتفادها ونعادل وان هي في القلب لا انت بتنوي وبتصدق مع نفسك هي ان هي محلال قلب ويجوز ان احنا نحرم من قلب وان ايه بيها تقول لعوية اللهم عمرة عن نفسك بس لازم تكون فعلا مقرر ان انت تقول كده ليه لان ده هيحدد هل يجوز ان انا اقت محزورة من محزورات الاحرام ولا لا يجوز هل في الوقت اللي انا لابس فيك رجل ما لابس الاحرام ورايح في الاوتوبيس للمطار ومش عارف قاعد بقى القفر طويلة هل في الوقت اللي يجوز ان انا قصها ولا ما يجوز على حسب اني لو انا نويت حتى لو لابس نفس الاحرام نويت قلت لبايك اللهم عمرة انا خلاص كده لمعدش حتى لو انت في القاهرة طب ما نويتش الا في المطار نيتك من حيث اقررت بنية البدء في النصر خلاص اذا الاحرام باختصار جدا واحنا في بيتنا لو طبعا هنتكلم علينا الفندوق بتاعنا ان شاء الله يكون في المدينة واحنا في الفندوق بتاع المدينة يعني نتطهر الطهور طبعا بنستحم ونتطهر وبعد كده بنلبس ملابس الاحرام بالنسبة للرجال بالنسبة للسيدات طبعا مفيش ملابس احرام ولا حاجة هي ملابسها العادية خالص المحتشمة وبعد كده بنروح نخرج الى ماذا؟ نخرج الى الميقات واحنا بملابس الاحرام طبعا الميقات معروف اضيار عالي اللي هو للناس اللي جاء من مكة المدينة بنقف بالاتوبيس او بالباص العبرة ان احنا ننوي في هذا المكان ليست العبرة بالصلاة او ان احنا ننزل نصلي مفيش ركعتين اسمه مراكعتين الاحرام عشان نكون متفكرين على المبلغ ده امال احنا بنصلي ليه لما نروح المقابل انا نصلي تحية المسجد فاذا انت ممكن بس وانت معد في الاتوبيس كده تقول اللهم نويت اللهم عمرة عن نفسي وعن احد من اخواني او ما شابه وبعدين بنزود يا جماعة شرط مهم جدا ان احنا نحفظه حتى لو بعمية مش لازم نحفظه بنص تقول فان حبسني حابس فحلي حيث حبستني يعني ايه العمرة زي ما قلتلكم كده احنا داخلين في حرمة الليه تبارك وتعالى في حرمة الملك حتى اسمه احرام في قواعد في شروط تعرف لما تكون داخل كده ولليه المسأل الاعلى يعني طبعا في حرمة امير ولا ملك ولا يعني حتى محافظ ولا ما شابه فيه قيود كده وشروط لا انت هتدخل معدك الساعة كذا اللقاء هي دوم دي لمدة كذا وهتخرج الساعة كذا صح وهتعمل كذا وكذا كذلك الاحرام انا اول ما اقول لبيك اللهم عمرة وانا لابس ما لابس الاحرام وقاصد المكة المقرمة كده خلاص لازم اعمل العمرة لازم اعملها باركانها اه لازم خلاص خلاص الاحرام لازم اطوف بالبيت واسعى واحلق يعني بالنسبة لجال الحلقة اول تقصير خلاص طيب انا ليه بقول فان حابسان يحابس ديات افرد دانا لقد الله في الطريق حصلت اي ظروف مرض يعني اطريت ان انا ارجع اي ظرف او ما شبه انت كده بتضيف الشرط ده اعتزارا لله تباركة اقول يا رب لو انا حصل معي اي ظرف وما قدرتش اكمل فخلاص ما يكونش علي دم ولا يكون علي اي حاجة العلماء بيقولك لو قلت الكلمة ديت وحصل ظرف ورجعت ما عليكش اي حاجة طيب لو ما قلتهاش شوف كلمة لو ما قلتهاش عليك دم يا اما تستنى خالص وعلى فكرة لا ده انت المفروض مش يقولك عليك دم بس يقولك انت المفروض تستنى لحد ما تكمل العمر ارجع بلدك خلص الظرف الوراق لو انت مريد استنى بس هتفضل ممنوع من محظرات الاحراب يعني ما ينفعش طول الفتر اللي تعالى دي تحلق تقص شعرك تأخذ من اظافرك طبعا يعني تتطيب او تتعطر الجماعة ومقدماته هذه الامور اللي هنتناولها يحذر عليك لحد ما تخلص ظرفك ده وترجع ففيلمه مش بسيط وانت تقول لبنوية لبيك اللهم وعمرة انت تاخد قيد وشرط على نفسك ان تكمل العمر اول ما لبسنا ملابس الاحرام وقصدنا النية اللي طبعا تعالى ان لبيك اللهم وعمرة يحذر علينا محذرات الاحرام طب ايه محذرات الاحرام هنبدأ بالاشهر بالاشهر بالنسبة لرجال ان انت تكون حاجه من شعره وطبعا بردو للسيدات اذا اخذوا شيء من الشعر تقليم الازافر من محذرات الاحرام مس الطيب وده الاشهر يا جماعة والاخطر ليه الاشهر والاخطر ممكن حد ما عصبونا ريحة يقول انت مش مشكلة انا بقى ايه عادي بقى بقسل بس بيع انت كده مسي الطيب لو عارف ان ده شيء معطر وقمت الراية حطت ايدك عليه ده نيلت من محذرات الاحرام مساعدة عليك دم يعني ايه عليك دم؟ يعني تسبح لك شيء وانتهناك طبعا انت عارفين هتبقى تكلفة عمرة تانية يعني تمام؟ فلا تاخد بالك من الموضوع ده جدا لان انت بتتعامل وفق اداب واحكام الله تبارك وتعالي فلازم ان انت تحترم خلاص اذا ممنوع تقليم الازافر مس العطر مس الطيب ممنوع طبعا مس شيء من الشعر ومشابه ممنوع صيد يعني صيد الحيوان في الحرم المكي وده طبعا نانشئ بايد عنه كان ده كل المدة ايه جماعة؟ المدة الساعات معدودة لحد ما بتخلص العمرة وتحلق بعد كده خلاص حتى لو انت اقعد في مكة اه حتى لو انت اقعد في مكة مفيش مشكلة انت خلاص خلصت او تحللت اذا تتحلل بايه انت خلاص تلقص شعرك اذا انت طفت بالبيت احرمت وطفت بالبيت وساعت وحلقت شعرك اذا كده خلاص انت تحللت حتى بيسموا الحلق والتقصير اسويه تحلل من الاخرام تجدها فكيت القيد اللي عليك فعادي انت عاد في مكة براحتك اعمل الحيات دي لانها ما اصبحتش محظورات اخرام اللهم الا هتعمل ايه؟ هتعمل عمرة جديدة ساعاتها هترجع الى حدود اللي احنا هلنا عليه حدود الحرم المكي تخرج برا وترجع تانج اي مكان اه اي مكان بس هما عشان يعني التنظيم وابتداء بسنة الله الله سلام حينما امر السيدة عائشة ان تخرب وان تعود مرة اخرى من مسجد يسمى مسجد التنعين هنسمع الاسم الكتير جدا وهنزوره اللي هو مسجد السيدة عائشة ايه فكرته؟ انا الوقت خلصت العمرة بتاعت تمام؟ وهايز اعمل عمرة تانية لابي لولدتي لحد من اموات المسلمين لأي احد هايز اعمل عمرة تانية ساعتها تعمل ايه؟ قالك لا هو ينفع على ام فين الاحرام؟ ادرك للاول فين الاحرام؟ وله مكان اللي هو الميقات اللي زي ما قلنا الميقات هي حدود الحرم المكي فممكن تخرج برا اي مكان من الحرم المكي في علامة الخروج هتخرج وتقول لابيك اللهم عمرة عن نفسي وتطفل تمام؟ ده قعدة ولكن من باب التصظيم ومن باب ان احنا نبقى عارفين الاماكن اللي احنا نحرم منها فيه مسجد اسم مسجد التنعيم مسجد السيدة عائشة ده المسجد اللي قصدته السيدة عائشة حينما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تذهب لليه وتنوي العمرة وتأتي مرة اخرى او تنوي الحج فسموا ده مسجد التنعيم او مسجد السيدة عائشة بنروح ممكن ان نصليش ممكن مش اي حين انت بس تروح المكان تقول لاباك اللهم عمرة عن نفسي عن الشخص اللي انت راح وترجع ولكن بنصلي فيه بندخل نصلي المسجد لانه طبعا هو مظاري مكان طبعا جميل وحتى بنيته جميلة وروحانات فيه جميلة وبتنوي عمرة وبعد كده بنرجع ايه؟ قبل اوصم قبل اوصم عادي مناواش خلاص مناواش خلاص لذلك ممكن الناس تأجل ان الناس ممكن تأجل ان ايه حد ما تروح عن المقار لو انت واسطى ان انت فعلا عند المقار هتكون صحية ومركزة كده وهيقولولك وتقولي خلاص الشرط الشرط بالنسبة للرجال ان العطب لايمس لايمس ملابس الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة كانت تطيبه قبل ما لبس الاحرام بس مشكلة الروايح لقام دي ايه؟ ان هي نفازة طبعا كل روايحة لضراجة حتى يقولك الزعفرار بس اي ريحة او اي حاجة لها رائحة طيبة من المخزرات الاحرام ها هو شرط من شروط الاحرام فاذا انا لو عارف ان انا هاجي في المكان الفلاني وهانوي خلاص لن نفازة طولة ممنوع مع ان المخزرات مش طعبة ان احنا نمسك نفسنا ساعتين ثلاثة عن تطيب عن عن الفكرة زي محروطك بتقولي ان اصبح الحاجات اللي له روايح من حولنا كثير فمش مضموط ولكن الامر ممكن يدفل في اللغاء السهوة في حاجات طبعا اي حاجة من دي في على فكرة بعض الانواع اللي وقت وبدلاها باكتج في سعودية اسمها باكتج المعتمر يقولك ان مثلا نموزيل عرق من غير ريحة ده عادي هو معروف لا عادي المبدأ في الريح فبقولك الوقت عادوا بيبيعوا الشركات طبعا طالما نويت لحد ما تخلص العمرة بعد كده خلص عادي بمعنى صح انا دلوقتي واحد بقولك شروط او اركان العمرة اربعة يعني ايه الاركان التي لا تتم العمرة الا بها اساسيات دي اللي انا عايزك تكونوا حرصين عليه وفهمينه اول حاجة الاحرام متقريبا اتكلمنا عنه بسننه بشروطه بكل حاجة ثاني حاجة هنتكلم عنها الطواف الطواف اقتصار انت بطوفي سبع اشواط بالكعب خلاص فيه حاجة اسمها سنم يعني ايه سنم بس مش من السنة الطواف الطواف بقى عبارة عن ايه انا زي ما قلتلكم احنا هما سبع اشواط بكيفية مخصوصة كيفية بتاعتها ايه ان احنا بنبدأ من الحجر تفضلت فضلت لا واحد واحد من كرام جايش بنبدأ من الحجر الاسود طبعا معروف مكانه سواء طبعا بتلاقي يعني معروف طبع بتلاقي ناس سواء عنده كده فيه تغير في طبيعة الناس الناس بتبدأ تشاور الناس بتلاقي فيه زحمة رهيبة معروف بتربسة الكعبة حاجة الاصل معروفة ودلوقتي عاملين برضو سلطات عاملين ايه نوع من انواع الاضواء الخارج كده في جنبه من ناحا اليمين حتى عشان لو انت مقدرتش بيعيد شوية مقدرتش تحدد مكانه من ناحتي الكعبة تحدد مكانه من ناحا اليمين انا في فيديو اه شرح فيه ده برضو بالتفصيل فيديو وان شاء الله برضو هنطفق ابعتهلكم في جروب بكلها مع بعض ان شاء الله المهم الموضوع الصعب نعم معرفة مكان الحظر الاسور مش هي دي المعضلة خلاص هنلا متفقين فكرة فكرة كلها في المعضلة في ايه بقى ان الكعبة لها ابواب كتير احنا بالنسبة لنا علشان احنا ساكنين في طريق اجياد بوابتنا البوابة الجنوبية البوابة الجنوبية فباختصار احنا هنخرج او هندخل على بوابة الملك عبدالعزيز بوابة الملك عبدالعزيز دي بتقابل الركن اليمني احنا كل الفترة ان احنا هنمشي شوية مع الناس اللي ماشى ونبدأ من اللي ان الركن اليمني بعد الحجر الاسود فيعني هنمشي شوية بعدين نبدأ من الحجر الاسود مش مشكلة يعني مش اشكالية هنبدأ من الحجر الاسود هنبدأ نبدأ كده شوت الشوت بيبدأ من الحجر الاسود لحد الحجر الاسود مرة اخرى ده شوت قبل ما نبدأ الشوت بنعمل ايه بالمفروض او من السنة ان انت بتقبل الحجر الاسود تقول باسم الله الله أكبر وتقبله ولكن هل متاح لنا ان احنا نعمل كده لا فعشان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني صلى الله عليه وسلم يرفع الحرج عن المتقاءة بالضبط ان انت حاجة بيسميه مش بتستلمه انت بس بتنظر إلي بتستلم وبصرك وتنظر إليه بصرك وترفع يديك وتقول الله أكبر خلاص باسم الله الله أكبر اذا انت كده بدأ خلاص بتبدأ تطوف طيب وانا بطوف اقول ايه وما فيه الزكر معنى طوف الموضوع كله تسبيح وذكر ودعاء لله تبرك ترى بشكل مفتوح جدا طب جاء موضوع الاسخار دينيه ان الناس ممكن تقولك ولا دا انا ولا بطوف طهد ما عادش عادل بطوف كان فبعض الناس قال له خلق خصص لكل شرط دعاء يعني مثلا والله شرط الاول انا اقول ايه بسم الله شرط التانى اقول الحمد لله شرط التالي اقول الله بس انت بتحرم نفسك من الدعاء برده يعني اللقين الدعاء دا بره زكر فاذا مهم جدا لو احنا بنسع ان احنا ايه ان احنا ندع وان احنا نسكر الله سبحانه وتعالى وبنعد الأشواط تمام طيب لو احنا نسينا كام شوت بنعمل ايه بالضبط زي الصلاة بالضبط زي الصلاة بناخد على الاقل والتواف يا جماعة هو مثل الصلاة الا انه يحل فيه الكلام يعني ايه يعني هم هو زي تحية المسجد بس بالنسبة للحرم بالضبط بس بالنسبة للحرم فاذا احنا بنطوف كامل في صلاة بمعنى اشترط الطهارة من الحرص الاثغر الاجبر اشترط الان عام كل على وضوء لدرجة ان ان انت لو بتطوف وضوءك اتنقط لا استوب هتخرج تتوقع وترجع طب ترجع تعمل ايه تكمل تاني ما فيش مشكلة او انت في التالت شوت هل خلصت التالت شوت التالت ولا لا لو خلصتو خلاص لو ما خلصتوش وكنت في الرابع لا ابدأ من اول الرابع يعني هتبدأ من اول الحجر الاسود خلاص يبقى اذا بداية بتاعتنا ريما من الحجر الاسود انطوف مرة واثنين وثانة واربعة و الى سبع اشواف فيه ثلاث سنن في الطواف اللي هو سنن بالنسبة للرجال الاطباع والرامل بالنسبة للرجال ان انت بالاطباع ان انت بتكشف الكتف الايمن والرامل المفهود بتجري او يعني جري خفيف فيه الهرولة فيه الثلاث اشواط القول السنة الثالثة اللي هو ما بين الحجر اليماني والحجر الاسود بنقول ربنا قاتنا في الدنيا حسنة وفي الأغرق الحسنة وقلنا عذب النار ده الدعاء المشروف يبقى اذا ملخص الطواف ان انت لو طفت من الحجر للا الحجر سبع أشواط لقد كان خلاص الطواف احنا شايفين السنة المش صعبة ده معظمها بالنسبة للرجال وبالنسبة للدعاء ربنا قاتنا في الدنيا حسنة اول منشوب الكعبة لانه الدعاء ده حقيقي ده عند رؤية كعبة دقانو ساعة عند صقبيل وعند السنة الحجر الاسود والركن اليماني جamar P ginger الركن ليماني tres raken الركن ليماني من السنة cenحنا نلتازمه الركن ليماني ده حتى اركان الكعبة نعني نتازمه particularly النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه مُلك خالص لو عرفت تلتقى تلتصلي شيء خلصنا السبع اشواط بعد السبعة اشواط يوسن ان احنا نصلي راكعتين خلف مقام ابراهيم التزمن بقول الله تباركه وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم وصلم هل لازم ورا المقام على طول لا اي مكان مثلا ازماء الطاوض دخلت علينا الصلاة ارجع اكمل مسجل او انا التالتة ارجع التالتة ارجعتها ارجع التالتة الاقل من عند الحجر الاسود وعلى فكرة عايز اقول لكم على حاجة احنا ممكن برضو في العمرة كنا كنا حريصين ان احنا نروح في وقت مش هتجلنا فيه صلاة عشان بيحصل فيه يعني خصوصا لو معاك حتى هتتوهوا اكيد يعني انت لو معاك لو احنا جرب ودخلين وقت صلاة مغرب او عيشة احنا مش هنشوف بعض تاني في الحقام ايه لكن هناك فيه فرق بين الصلاة اه بالزرق غالبا بنخرج من فيه وضع احنا قبل ظهر الفترة بعد الظهر وهكذا ان شاء الله ان شاء الله بنيصل الحال يعني حتى ممكن مثلا نطوف وقبل السعي عن فين النصارة العيشة هتوصل اه ده اول ده اول ما بنشوف الكعبة طبعا احنا فيه امور يا جماعة احنا من اول خالص ما بنخرج من لبي بنقول اول ما بننوي بنبقى التلبية اول ما بنقول نويت اللهم عمر عن نفسي او عن فلان بنبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك بالصغر اللي احنا عارفينها لحد ما نوصل لفين اول ما بنشوف الكعبة بنقف عن التلبية خلاص انت كده وصلت الايه الى منشورك والى يعني التلبية بتبدأ فيه دعاء مقصور انت تقول اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتعظيبا ومهابة وزيد من زاره تشريفا وتعظيبا ومهابة وبرا ده دعاء بره مقصور ويجوز ان احنا نه خلاص طيب بعد كده هنبدأ خلصنا تواصلين رفعتين المقام ابراهيم هم رفعتين طبعا بابتسالة قبل الله تبارك وتعالى واتخذوا المقام ابراهيم ومصلى بنقرأ في الاولانية صورة بالفتحة والكافرون وبعد كده تانية بالفتحة وكله والله واحد وان السنن يعني اللي احنا بنحاول نفكر بعض بيها بعد كده يسن في الوقت ده بقى ان احنا نشرب ماء زمزم اللي هو ما بين الساعة الطواف والساعة ده وقت مبارك ان احنا نشرب ماء زمزم ومن السنة وطبعا احنا عارفين يعني فضل ماء زمزم بعد ما كنا الاول اي حد رايح يا عم ياتلي معاك حتى لو قرورة صغيرة في كل مكان ماء زمزم موجودة حالي في كل مكان حرفيا ما شاء الله في الكعبة دلوقتي في الساعي في كل مكان مياه زمزم موجودة في صورة قرارات كده 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 كل ما انتم كلام زي كده بيكون محطوط فيها الماء زمزم فنشرب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب لها طيب بعد كده ما خلصنا القواف بنبدأ ان احنا نروح في المسعة المسعة ده فين؟ المسعة هو جزء من الحرم يعني انت بتخرج من الحرم مسافة متر فقط بتلاقي نفسك في المسعة تمام؟ المسعة الصفة والمروة الموضوع بنبدأ من جبل الصفة طبعا في هنا دعاء يعني مأسور عن نبي صلى الله عليه وسلم ان احنا بنقف وبتلاقي الناس حتى وقفة وجهة للكعبة والدعاء امامهم يعني الله طبعا كتا يقول ان الصفة والمروة تمنشعائي فمن حج البيت او اعتمرة فلا جناح علي ايه طوفة بهم وطوفة خرف ان الله شاكرون عليك بنقول الاية دية بنقول بسم الله نبدأ بما بدأ الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث مرات لا اله الا الله وحده ولله شريكة له الملك ولله الحمد وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزابه الدعاء ده يليك نحفظه هنقوله ثلاث مرات هو مكتوب كل الاحوال ويفضل انه احنا نقوله ثلاث مرات ويفضل صار من الدعاء بنقف على جبل الصفة هو الموروة المتعاطين الوقت ما اصبحش جبل هو مجرد بس انهم منطقة مساء ومرتفع بسيط جدا بنقف عنده بنقول الدعاء دهوت وبنبدأ رحلة السعي السعي ما بين الصفة للمروة شوت ومن المروة للصفة شوت لما بنوصل المروة بنقول نفس الدعاء إلا اننا ما بنقولش الآية ان الصفة والمروة تمشها نقولش نبدأ بما بدأنا من الصفة بنصل الى المروة بنقف مستوجيين بردو القبلة حتى بتلاقي الوقوف على المروة يعني مشكتير بيقفوا عليه ممكن تقول الدعاء وانت ماشي يعني خلاص فعادي الشوت من بعد بردو الذكر اللي حوالينا الطواف بيأخد في المتوسط من خمس دقيق لعشر دقايق الشوت في السعي ما بين سبع دقيق لعشر دقايق يعني نفس المروة اه 530 متر طيب صفة للمروة شوت ومن المروة للصفة شوت اخر بالزبط علشان في ناس بتعتقد ان ممكن الاتنين شوت واحد دقايق فايوكيد نفس يوصل الى 14 شوت هو من الصفة للمروة نعم لو عملنا كده يعني رقم كده بردو كده بردو اللي عملت كده اللي عملت كده ده 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 خلاف للسنة واجهات ديك هو الشوت هو من الصفة للمروة شوت ومن المروة للصفة شوت يعني احنا حسبناهم هلاقينا بننتهي عند جبل الايه؟ عند جبل المروة خلاص؟ طيب يبا ايزان احنا كده خلصنا السبع اشهر بعد كده فيه طبعا منطقة البرامان اللي احنا اتكلمنا عنها ان يوحب فيها الاسراع بالنسبة للرجال هتلاقي الميلين الاخضرين اصحابه هو الاسراع هل فيه دعاء مخصوص لما قلنا مفيش دعاء مخصوص للسعي ولا اي شيء؟ هو الفكرة كلها ان احنا ندعو ونقسم الله من الدعاء والاسعي اللي اشترط فيه الهدوء بالمناسبة يعني السعي اللي اشترط فيه الهدوء كما في حالة الطوافل بالنسبة للرجال الحلق والتقصير طبعا الحلقة اولى в син Sana قل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين والصحابه في كل مرة يقولون لهوو المقصرين يا رسول الله حتى قلوووهم المقصرين النسبة للرجال يعني الحلق يكون من كل الشعر هل هتستطيع ان تحلق لنفسك من كل الشعر وانا معك ما كان شيء ي taperحها بالنسبة للسيدات هتاجز من الشعر قبر إن ملأ او اقل يعني ده بتجمع شعرها كله وتاخد منه القدر اوه. بهذا نكون قد انتهينا بفضل ايه تبارك وتعالى من اداء مناسك العمر. ببساطة جدا. والموضوع بي انتهي وممكن نقعد في بيت الله الحرام عادي نسك الله سبحانه وتعالى ولا دعوه. طيب بالنسبة للمعادة والسفر بتاعنا احنا عارفين ان شاء الله احنا نسافر اليوم. نسافر اليوم من ثلاثة الساعة سبعة ان شاء الله نكون مجاهزين نفسنا يا جماعة. ان شاء الله انت عارفين الحملات كام والنظام ها. احنا بدأنا نتكلم بقى يا جماعة. الصوت الصوت بس معلاش. احنا الوقت الحملات بتاعتنا اا شنطتين لكل راكب لكل تذكرة. الشنطة الواحدة من عشرين لتاتة عشر كيلو. مش عايزين نزور عن كده. علشان انت عارفين انك مش عايزين ندلتح شنط وكان زي كده. طبعا يعني بالعكس يعني يريد نخفف على نفسنا والله. احنا نعم. ستة واربعين كيلو تحت ارجع عشرانتوتين. ستة واربعين كيلو تحت عشرانتوتين. وفوق سبعة كيلو. فوق سبعة كيلو. على فكرة اصلا اصلا شو اللي اسمها بتبين. كده كميك بير جيت للكلوات دي. انت مش هسندمها على فكرة. وما لو انت راجع وابنها هتبقي محملة اي يعني. اللحظة ان انت هدو شي دي بقى. اه اه دي نسافة. وانت اعطي حاجة بسها 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 بزيادة بنفاعه. انت اه اللي اختر اي بقى ايه. الشرط? الشرط يا جماعة. بس الشرط عامة حاجة. الشرط بتاعتنا. تمام? نحطها تحت? تمام? ويعني رأى يا جماعة الناس الكبيرة نخليها قدام. حتى في كل يعني في الاموهم. يعني انه دم يقدر معلش مش تزعهم. يعني خلي الناس الكبيرة. حتى التسكين هنجدهم الاول يعني. عشان. طيب يا طيب يا ناس الكبيرة هنجدهم هنزبطهم. معلش كشباب هنستحمل. هو ما شاء الله كلهم شبابه يعني. اه يا ما شاء الله. اه يا ما شاء الله اللي اعتبر فوقه مع اصمت. تمام? بس انا برطه اوليها الناس الكبيرة نعم. تمام? اطلعت اوقات تختار مكانها تزبطهم هنا. بس عشانها معانا ناس تانية من دمات هتجلنا. يا فانت مرشي بقى ان شاء الله. اه. 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 اه حاجة يا حاجة. في ناس الساعة خمسة من دمات هتجمع هتجلناها عند رسطر الرحيم دكتور الرحيم. تمام من الفرع الرئيسي. فطبع لازم ارضو رايح كده برده. انا همتاخرش عشان فرضوص كمسة دمات الجديدة. دمات الجديدة. فرق عشان لازم تانية بدمات الجديدة. هو مش موضوع عشان رئيسي والله هو موضوع عشان هتجمضل. طيب. اه. شنط 23 كيلو كمنا نبين يا جماعة. وفي شنط كده كده او ايه. خمسة سبعة كيلو في الطيارة. دي ممنوع فيها اي حاجة حادة خالص. الناس اللي بتاكل الميزان يعاني. بتاكل اصطافة. بتاكل معان قص. مش عالف مية. حتى. تكون شنطة عادية فقط. هم اللي هيجلنا. بص يا جماعة. بص يا جماعة. بص يا معاني شديقة بس بلو تكون كميل بس بقيت التخصيل يا جماعة.